قبل ما نتكلم طبعاً مع حضرتك نشوف تقرير عن الكابتن العظيم الكابتن فتح مبروك ونرجع مع حضرتك رجل المهام الصعبة رجل يلبي نداء القلعة الحمراء في أي وقت وفي أي موقع من مواقع المسؤولية وفي أي قطاع من قطاعات الكرة بالنادي إنه المدرب القدير فتح مبروك رئيس إدارة المواهب بالنادي الأهلي ونجم الفريق سابقاً لاعباً ومدرباً على مدار سنوات طويلة فتح مبروك المولود في الخامس من يوليو عام 1951 حكاية طويلة مع النادي الأهلي وقصة ارتباط وثيقة بالقلعة الحمراء التي دخلها لأول مرة في التاسعة من عمره كشبل يافع في قطاع الناشئين بالنادي وشق طريقه سريعاً بين مختلف المراحل السنية إلى أن بات لاعباً مؤثراً في الفريق الكروي الأول بالنادي بعد تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى في موسم عام 1971-1972 أصبح أحد نجوم الفريق في مركز المدافع الأيسر وشكل مع حسن حمدي وزير دفاع النادي الأهلي ثنائياً متفاهماً ومميزاً في الخط الخلفي حتى قيل وقتها إن هدي كوتي يضع مبروك وحمدي أولاً في التشكيل ثم يفكر في بقية اللاعبين فاز مبروك مع الأهلي لاعباً بستة ألقاب في بطولة الدور العام ولقبين لكأس مصر أما على الصعيد الدولي فانضم لمنتخب الفراعنة للمرة الأولى في عام 1974 وشارك مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية عام 1980 كما تمكن من تسجيل هدف مصر المؤهل لأولمبياد موسكو في نفس العام وبعد رحلة رائعة مع الأهلي والمنتخب اعتزل كرة القدم في عام 1981 وانتقل بعدها للعمل في مجال التدريب حيث تألق بشكل لافت للأنظار ومن أجل إعداد نفسه للعمل في التدريب حصل فتح مبروك على دراسات أكاديمية في علم التدريب بالعاصمة البريطانية لندن ثم كانت أولى محطته التدريبية في عام 1985 بعد تعيينه مدربا مساعدا مع الجنرال الراحل محمود الجوهري في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وحقق الفريق في هذا العام اللقب الإفريقي وبعدها انتقل مبروك ليكون مساعدا للجوهري أيضا في الجهاز الفني لمنتخب مصر ليحقق معا إنجازات كبيرة كان أهمها الوصول إلى كأس العالم عام 1990 والفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو تولى مبروك مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي لأول مرة عام 2003 وقاد الفريق حينها للفوز ببطولة كأس مصر وبعد أكثر من عشر سنوات تولى خلالها تدريب عدد من الأندية عاد في الولاية الثانية له مع الأهلي ليتولى تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري وبعدها يتولى الإسباني جريد تدريب المارد الأحمر لكنه يرحل سريعا ويتم الاستعانة بخدمات فتح مبروك للمرة الثالثة وفي عام 2019 عاد فتح مبروك للأهلي من جديد في منصب آخر بالإشراف على قطاع الناشئين وأخيرا في يونيو الماضي أسند له المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب مهمة جديدة بتعيينه رئيسا لإدارة المواهب بالنادي اشتركوا في القناة